عدد كبير من الفنانات اعتمدوا على تقديم أدوار الإغراء وحصروهم المخرجين والمنتجين في المنطقة دي لدرجة إن ما بقاش عليهم الطلب في الأدوار التانية وللأسف كانت السبب إنهم ما قدروش يكملوا على نفس النهج وكان مصرهم الاختفاء ومن ضمن الفنانات دول الفنانة مينيرفا اللي لعبت أدوار كتير لكن أدوار الإغراء فدلت ملحقها وسببت لها أزمة كبيرة أهلاً بيكم في حلقة جديدة مع مجلة الحياة معنى اسم مينيرفا هو إله العقل والحكمة وصاحبة جميع المهارات والفنون والحرف اليدوية عند قدماء الرومان وهو ده الإسم اللي اخترته الفنانة مونيرة أحمد خشبة لنفسها الفنانة مينيرفا أو مونيرة هي فنانة مصرية بدأت مشوارها الفني في أواخر السبعينات وشاركت في فيلم انكزوا هذه العائلة سنة 79 وانتشرت أقويل إنها اشتغلت راقصة قبل ما تشارك في الفيلم وبعد نجاحها ظهرت قضيفة شرف في فيلم ليلة بك فيها الأمر مع الصبوحة وحسين فهمي وفدلت تقدم أدوار سنوية من نهاية السبعينات لحد نص التمانينات وكانت بتظهر في أدوار جريئة وفدل المنتجين والمخرجين حصرنها في الدور ده لحد ما شاركت في أشهر أعمالها وهو فيلم سلام يا صحبي بتولة الزعيم عاد الإمام والفنان الكبير سعيد صالح وإخراج نادر جلال وقدمت فيه دور السكرتيرا جيهان اللي ممكن تعمل أي حاجة مقابل الفلوس وتعاونت مع عاد الإمام ضد مديرها ورغم النجاح المبهر للفيلم وتقلقها في تقديم دورها لكنها ما عرفتش تواصل النجاح ده في إنها تقدم أدوار فيها مساحات أكبر وفدلت تقدم الأدوار السنوية وشاركت مينيرفا خلال مشوارها الفني في 33 عمل فني ما بين السينما والتلفزيون وكان آخر أعمالها التلفزيونية مسلسل التفان وآخر أعمالها السينمائية فيلم قدارة سنة 94 ومن بعدها أعلنت اعتزالها واختفت مينيرفا عن الأضواء بدون أي أسباب وتوقع البعض إنها ما عرفتش تكمل مشوارها الفني فأدوار الإغراء اللي حصروها فيها المخرجين والمنتجين ومن بعد اختفاقها ما فيش أي حد يعرف هي عايشة في مصر ولا هجرت بره مع موجة الهجرات اللي كانت في فترة التسعينات وكل اللي انتشر عن أخبارها في الصحافة إنها تجوزت وهجرت مع زوجها للولايات المتحدة الأمريكية وتقطعت أخبارها ومراجعتش لحد النهاردة ورغم إنها بعد حياتها الشخصية خالص عن الأضواء وما فيش معلومات عنها وسيب أعمالها تتكلم عنها ظهرت أخبار بتقول إنها أخت الراكسة المصرية حنين وفي نهاية الفيديو شاركونا برأيكم في التعليقات واكتبونا أكتر عمل حبتو للفنانة منيرفا واستنونا في حلقة تانية مع مجلة الحياة سلام